اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكأس الكوس او البطولات القديمة كمان اللي احنا كنا ممكن بنتكلم عليها او ما كانتش تحسبت بعد طبعا التعديلات الخاصة بالبطولات الحالية ولكن طبعا احنا اسياد افريقيا بالالقاب 8 القاب زي ما بقول لحضراتكم الاقرب لنا مازينبي ونادي الزمالك 5 القاب فبالتالي احنا مفروض ما نزعلش الحمد لله انها احنا كنا بنقدي بشكل جيد اللي بيخلينا مبسوطين ان انت قديت بشكل جيد في المباراتين سواء هنا في استاد بورج العرب او في استاد محمد الخامس احنا كنا اصحاب الارض هناك حتى واحنا بنتكلم وبنرى المباراة احنا كنا اصحاب الارض هناك انا مش عايز اتكلم على موضوع التحكيم وجزئية التحكيم لانها هيبقى معاي كابتل ناصر عباس بعد ما خلص الانترو او الفقرة التانية هو اللي هيتكلم على جزئية التحكيم وان كنت انا ما بحبش دايما او ما بحبس دايما ان انا ممكن اتكلم على التحكيم وان كان فيه اخطاء انا دايما بقول ايه احنا كان في ايدينا فرصة كبيرة جدا هنا في استاد بورج العرب ان احنا نكسب نهائي افريقيا او نكسب بطولة افريقيا هنا من اسكندرية ولكن طبعا الى حد ما احنا اخفقنا في ان احنا نحرز اهداف في هذا الفريق اللي انا بشوفه هو فريق مميز ولكن ليس بقوة الترجي ليس بقوة النجم السحلي كل دا احنا كنا شايفينه من خلال تحليل اداء فريق الوداد اللي هو تعامل مع المباراة يمكن بواقعية اكتر من فريق الترجي وفريق النجم السحلي انه يتعامل مع فريق قوي زي النادي الاهلي عنده قوة هجومية كبيرة بيكسب بره ارضه وجوه ارضه فبالتالي حسين عموتة تعامل مع هدين المباراة والمباراة دول بالذات بشكل مميز جدا عمل دفاع تنظيمي بشكل كبير جدا وما غامرش بفريق انه هو يهاجم النادي الاهلي هو يمكن لما تيجي تبص للمباراة الجول اللي جي فينا سواء جون التعادل اللي هنا في استاد برج العرب او جون الفوز بالنسبة لهم في استاد محمد الخامس هو كوبي بيست يعني نفس الاسلوب ونفس الجبهة ونفس شكل ونفس حتى ضربة الرأس كمان يعني اكيد هو كان بيتعامل بجملة وحيدة بس بيستغلها فريق الوداد المغربي اما باقي الفريق او باقي الشكل الخططي بالنسبة لفريق الوداد هو شكل خططي دفاعي منه اكتر منه هو اجابي وما يجي نشوف حتى نتائج الوداد على مدار الموسم او مدار هذه البطولة بنلاقيها واحد سفر اثنين سفر يعني هو حتى بياخد اللي هو عايزه من المباراة فقط لا غير ما بيحاولش انه هو يغامر بهجومه فيه هذه المباراة فبالتالي لما يجي اللعب نهائي امام فريق قوي زي النادي الاهلي هو مش عايز غير كده هو يختفق وينام على المباراة وينام على المتش وينام على الهدف لحد لما المباراة تقلص وده اللي عمله فريق المغرب او فريق الوداد اللي انا بشوف النادي الاهلي تمكن انه يبقى سيد المباراة سواء بقى في اسكندرية او في استاد محمد الخامس في المغرب ولكن طبعا احنا كان عندنا عدم توفيق كبير جدا في احراز الاهداف سواء بقى الفرص اللي اتحت لنا من خلال وليد ازارو او من خلال مؤمن زكريا او من خلال عدة فرص ممكن تكون جات ولكن لم ننتهز هذه الفرص فبالتالي خسرنا هذه البطولة بان احنا ممكن ما نكونش وجهنا اقوى الفرق او اقوى فريق في الدوري او في بطولة افرخ ولكن احنا تعاملنا مع فريق منظم كان عارف هو عايز ايه وبيلاعب مين فعشان كده احنا خسرنا هذه المباراة ولكن زي ما بقولكو الاداء التحكيني الى حد ما انا مش عايز اتكلم عن ايه لكن خلينا اقولكو برضو ممكن حاجة ممكن تكون غايبة عن جماهير كتير النادي بأهلي والثامن القابة اللي موجودة لما تيجي تحرز اللقب التاسع انت كده بتعمل جاب كبير اوي ما بينك وما بين الفرق التانية فين المتعة او الاتحاد الافريقي ممكن يكون بيفكر في جزيه فين المتعة فين المنافسة في الحتة زي كده انت عندك فريق هو اللي بيكسب بس هو اللي بيحصل اللي بيحصل على هذه البطولة بس فبالتالي من مصلحة الاتحاد الافريقي الى حد ما او من وجهة نظري انا الشخصية عشان ما دخلش بس الناس في كلام كتير ان فريق تاني غير النادي الاهلي هو اللي يكسب عشان المنافس تتقرب عشان الامور تقرب ما يبقاش هو النادي الوحيد اللي مستحوز على هذه البطولة وان الدفة تتعادل شوي فممكن كلام ممكن يحصل في حتة التحكمية ممكن كلام يحصل في امور ممكن تسوقية الى حد ما يعني امور كتير ممكن تحصل عشان فرق تانية غير النادي الاهلي تحصل على هذه البطولة لكن زي ما بقولكو احنا كان في ايدينا واحنا اللي فرطنا عشان بس نبقى صدقين مع جمهورنا ونبقى صدقين مع نفسنا احنا كان عندنا القدرة ان احنا نحرز هدف واثنين وثلاثة وزي ما احنا شفنا احنا في مبداية اللقاء وصلنا وضيعنا وكان ممكن نحرز هدف والتاني والتالت كان فريق الوداد كان هيستسلم تماما خصوصا انما يبقى على ارضه وتحلز فيه هدف الامور هتختلف تماما ولكن طبعا فريق الوداد وحسين عموتة الى حد ما تعامل مع المباراة بشكل مميز هو ده اللي احنا بنتكلم عليه كابتا حسام بدري اشتغل على جزئية نفس الشكل ونفس التيم مع اختلاف المراكز يعني ابتدى بشريف اكرام ابتدى برجوع رمي ربيعة في خط الظهر وجنبه سعد سمير محمد هاني وحسين السيد اللي انا بحييهم بشكل كبير جدا قدوا دور مميز جدا في المباراة اجتهد سيد بقى له فترة ما بيلعبش لكن اجتهد وعمل مباراة مميزة ايضا محمد هاني احمد فتحي وعمر السلية تعامل ايضا مع المباراة في شكل جيد انا بقول لكم اللعبة كلها الصراحة انا كنت اتمنى ان عبدالله السعيد يكون في مستوى العقل اللي قبل كده اللي هو تعامل فيه بالشكل اللي احنا شفناه في المباراة اللي قبل كده مع منتخبنا وقبل 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 عبدالله السعيد كان يفرق كتير جدا اصابة صالح جمع برضو اصالت بشكل كبير انه عدم وجوده ايضا حسام عشور عدم وجوده خلى حاجات كتير او عند كابتن حسام البدري تتلغبط اجايه ومؤمن ايضا تعامله مع المباراة بشكل جيد وايضا وليد ازارانا بتكلم في الحتة الفنية لان هي دي الحتة اللي ممكن الناس لازم تتكلم عليها عشان كده لازم اتكلم مع كابتن مصو كابتن نادي الاهلي كابتن سامير كمونة كابتن سامير وسهلا خير عليك يا كابتن سهلا خير يا كابتن فروح تحياتي لي كابتن سامير يمكن هارد لك مبارح لكل الاهلوية وليك طبعا وكل محبي النادي الاهلي واللي شافوا ان النادي الاهلي هو الاحق بهذه البطولة ولكن طبعا هي دي كرة القدم كابتن سامير هي دي انك تكون في ايدك المكسب ويضيع منك وده وضع طبيعي وبيحصل ونشوفها في احسن فرق ونشوفها في احسن البطولات تحليلك كابتن سامير الفني لمباراة الامس وليه النادي الاهلي ما حققش للهدف ان انت بتحرز هدف فريق الوداد وما يحرص فيك هدف ده